السلام عليكم احنا اتعرضنا اكتر من مرة اثنان المحاضرات على برنامج الزوم اللي هي هجوم كتير يعني تلاقي عدد كتير يخش مرة واحدة واللي يمسك الماوس وعد باص فيه واللي شغل المايك واللي يعمل واللي يعمل حركات سخيفة جدا بس هي الفكرة كلها انها في جزء مستانية بتلاقي 20 واحد دخل مرة واحدة فلذلك احنا بدأنا نعمل حيثاتنا ونحط الويتنج روم جاءت لي ايميل من زوم بيقول لي خلي بالك انت اتعرضت الهقر مبارح وده بسبب ان حد حطت رقم الميتنج بتاعك هو على التويتر فلما دخلنا على التويتر اهيت كان واحد ده هو ملوش اي لازمة حطت اللينك بتاعنا وبيولك ايه درو انسكرين زوم كود زوم خش على زوم وابدأ باوز احنا اول ما بدأ الهجوم بدأنا عاملين الويتنج روم فبدأ يظهر معنا اسامي عجيبة اسامي غير معروفة باش اسامي عربية بدأنا نعمل لها رموف هنا في الاشخاص بدأ يظهر عندنا اسامي سخيفة ومالاش اي معنى خالص وانسكر بين اي اسامي فبدأنا نعمل لها رموف لما كتره مرة واحدة فرحت جاي هنا وقلت له اعمل لوك ميتنج انا على طول عامل ويتنج روم بحيث ان قبل ما اي حد يدخل انا لازم ادوس موافق او مش موافق دي رغب ان الموضوع ده بيبقى مرت جدا وبيخلنش اركز في المحاضرة نهائي بيضطر اسم عن المحاضرة بعد ما تخلص بس احسن ما المحاضرة ببوث لوك ميتنج اول ما لقيت فيه كذا اس بظهر غريب وحسيت ان فيه ناس هتفتح المايك وحاجات زي كده عملت لوك ميتنج فباحتي ومكتب ايه برو اتسلوبت يعني خلص فيه حد اخله تمام؟ طبعا انا اول ما حصل برده ورحت ادخل هنا وعملت للراجل ده ريبورت تويت وقلت له من الراجل ده ده سبام وده مضر ليا وهكذا بحيث ان هما اقفلوا له الحساب تمام؟ بس فالفكرة كلها عشان تبقى احتياطي محدش بواصلك المحاضرة بتحتك اول حاجة تيجي هنا وتعمل الويتنج روم لو حصل مشاكل بتقول له اللوك ميتنج افل الميتنج وش عايز اي حد يفش بعد كده من السيكوريتي تقدر تروح شايل اميوت ديت بحيث ان هما بقى عنده امكانية انه تفك الصوت اللوك ميتنج تقدر تقفلها بحيث ان نفس الفكرة برضه من هنا تمام؟ وتقدر يعني في اختيار برضه كان بيظهر هنا لما كنت فيه عدد كبير ان انت تعمل رمو فبيجيب لك بقى تدوس على اسمه هنا بسرعة يروح هو لخالص او حسب خالص فنخلي بالنا لان انا مش عارف اصلا بيستفادوا ايه من الحركة دير يعني الحركة ملاش اي لازمة بس يعني رخمة او يعني بتأذي الناس ما عرفش الهكر او الكراكر دول بيعملوا ايه هو بيقول لي إلغي البابليك بوست لو انت خاطب بوست في اي مكان إلغيه جليزة ميتنج عند كريت أن يوان إلغي الميتنج ده واعمل واحد جديد ميتنج باسورد اعمل باسورد بحيش محنش يدر يدخل غير لو مع الباسورد الويتنج روم فعالها الميتنج ريجيستريشن برضه فعالها والميتنج جديد بقى ابعت بيانته للناس على الخاص من انتبعتوش على العام ودي لسه نفكر بقى هل فعلا يعني اللينك ده يبقى موجود مثلا على الواتس ابل بس محطوش على فيسبوك بحيش نقدر نسيطر على موضوع الهكر دول